السلام عليكم اهلا بكم اعزائي طلب التالت سنوي في حلقة جديدة مع قناة المهندس في الفيزياء ان شاء الله النهاردة هنكمل حل اسئلة اجهزة القياس كنوا قفين عن السؤال رقم 20 هنبدأ ان شاء الله من السؤال رقم 21 السؤال بيقول لي اميتر مقاومة الجلفانو الموجود في ار جي اذا وصلها بدايرة كهربية مغلقة مر في الجلفانو اتنين في المية من طيار الدايرة فان مقاومة مجزء الطيار تسوي نقطة جلفانو متر مدينا مقاومة ملفه ار جي وبعدين قمت موصل الجهاز في دايرة كهربية مغلقة فمر في الجلفانو اتنين في المية من الطيار الكل بتاع دايرة يعني مر في الجلفانو اللي هو اي جي اتنين في المية يعني اتنين اعلمية من طيار الدايرة اللي هو اي عايز يحسب قيمة مقاومة مجزء الطيار اللي هو RS قيمته قدية بالترتيب هو مديني IG بتسوي 2% من I يعني 2 على 100 من I لو أسمت هنا IG على I هتسوي 2 على 100 اللي هي 1 على 50 نسبة IG على I بتمثل الحساسية بتاع العميتر القانون بتاحها IG على I بتاع الحساسية بيساوي RS على RS زائد RG يبقى 1 على 50 بيساوي RS هو عايزها على RS هو عايزها زائد RG قال لن يسمعها RG حضرة بطرفين في وسطين كده يبقى 50 RS بتساوي RS زائد RG هود الRS دي بإشارة مخالفة اليما التانية يبقى 49 RS بتساوي RG أنا عايز RS بس هقسم على 49 اليمة التانية يبقى RS بس هتساوي RG على 49 هده قيمة RS اللي هو مجزء الطيار يبقى الجابة الصح هتبقى RG على 49 واربعين اختيار بين السؤال اللي بعده بيقول لي جيلفانومتر مقاومته 36 أوم دي RG مقاومة الجيلفانومتر 36 أوم وصلها ملفه مع مجزء طيار كيمته 4 أوم ده RS المجزء سم وصلها الجهاز الناتج في دائرة كهربائية مغلقة فإن النسبة المقاوية للطيار الذي يمر عبر جيلفانو اللي هو IG إلى الطيار الكلي اللي هو I بتاع العميدر عايز نسبة IG على I بصوا كنا معي عايز IG على I IG على I بتمثل الحسيات بتاع العميدر اللي هي بتساوي RS على RS زائد RG RS كيمته المجزء قلنا كيمته المجزء بربعة وقيمة مقاومة الجيلفانو 36 يبقى RS بربعة على RS بربعة زائد 36 وارجع اضرب في 100 عشان هو عايز نسبة مقاوية يبقى هي ساوي 4 على 36 واربعة هيطلع 40 وارجع اضرب في 100 هيطلع النسبة دي 10 في المية يبقى الاختيار الصح هتكون 10 في المية اللي هو الاختيار رقم G السؤال رقم 23 بقول لي أي من التعديلات التالية لجهاز الجيلفانو متر تجعل مداه في قياس الطيار أكبر عايز إيس طيارات أكبر يعني عايز ال I يكون كبير عشان إيس طيار كبير لازم أوسل مجزق طيار يكون صغير لأن I و R S بتناسبه عكس مع بع هختار أصغر مجزق طيار في الاختيارات بقول لي توصيله بمجزق طيار مقاومته طلت مقاومة الجيلفانو ولا توصيل مضاعف جهة طبعا مضاعف جهة ده بيزود فرق الجود مش بيزود الطيار فده اختيار خاطئ خالص يعني مش هينفع هنا توصيل مجزق طيار مقاومته نص مقاومة الجيلفانو ولا مجزق خمس مقاومة الجيلفانو طلت ولا نص ولا خمس أصغر واحد ومين طبعا الخمس أصغر حقا فهم كلهم اللي هو اتنين من عشر بالاختيار دال والاختيار الصعب السؤال اللي بعد كده السؤال 24 بقول لي جيلفانومتر مقاومة ملفه واحد من عشر أوم R G بتاع الجيلفانومتر بواحد من عشر أوم قادي قيمة ال R G يقرأ عند نهاية تدريجه طيار شدته I G ده أقصى طيار بيئيسه الجيلفانومتر فإن مقاومة مقاومة مجزق الطيار اللازم لزيادة مدى بمقدار عشر أمثال كمتو الجيلفانومتر مقاومة ملفه R G كان بواحد من عشرة أوم كان بيئيس طيار أقصى I G قمت موصل مع مجزق طيار فمدى زاد بمقدار عشر أمثال يعني الأميتر طبعا لما وصل المجزق حاولت للجهاز الأميتر الأميتر بيئيس إيه بقى بيئيس I G زائد عشر أمثال قيمتها هو قال للأول كان بيئيس I G لما وصلت المجزق مدى زاد بمقدار كلمة المقدار يعني بجمع القيمة القديمة القيمة القديمة I G زائد أجمع عليها مقدار الزيادة قد إيه عشر أمثال قيمتو يبقى عشر I G I G وعشر I G طلعوا 11 I G عايز كيمة المجزقة دي هو أني لو جيت هنا كده طبعا I بتساوي 11 I G لو أسمت I G على I تطلع النسبة دهية واحد على 11 أقسم I G على I 11 تروح في المقام هناك طب ونسبة I G على I زي كل مرة بقى تعودنا اللي هي بتمثل حسية اللي هي بتكافي R S على R S زائد R G بواحد من عشر لو دربت رفين في وسطين يطلع 11 R S بتساوي R S زائد واحد من عشر كده 11 R S بتساوي واحد في ده كله زي ما هو هوادي R S بإشارة مخالفة يبقى عشرة R S بتساوي واحد من عشرة لما أقسم على عشرة يطلع قيمة R S بتساوي واحد من مية قوم دي قيمة مقامة المجزق بواحد من مية قوم يبقى الاختراس صح لاختيار رقم جيم واحد من مية السؤال اللي بعده رقم خمسة وعشرين بولي جيلفانومتر مقاومته 54 أوم R G ب54 أوم ينحرف مؤشره إلى نهاية تدريجه عند مرور طيار شدته واحد أمبير ده I G لسه الجهاز ما تعدلش لسه جيلفان يراد تعديل لقياس طيار شدته 10 أمبير كده الجهاز يتعدل عدلته من جيلفانه عشان يستير كبير بحوالته الأميتر ده الطيار بتاع الأميتر اللي هو I عن طريق توصيله بمجزق طيار كيمته قد إيه وبتوصل إزاي عايز كيمة ال R S وطريق التوصيل تعال نشوف معطياتنا مديني معطيات إيه مديني مقامة الجيلفانومتر R G بتساوي 54 أوم ومديني كمان قيمة I G بواحد أمبير ومديني I G بواحد أمبير ومديني الطيار بتاع الأميتر اللي هو I بقسة وعشرة مديني I بقسة وعشرة وعايز R S هكتب القانون بتاع R S R S بتساوي I G في R G على I ناقص I G هتساوي I G بواحد في ال R G باربعة وخمسين على I بعشرة ناقص I G بواحد كله معي هتطلع 54 على التسعة تطلع R S بتساوي 6 أوم طب بنوصلها مع ملاف في الجيلفانو ازاي أنا عايز إستقر كبير أوصلها على التوازي مع ملاف في الجيلفانومتر يبقى R S هتكون كميتها بستة وتوصل على التوازي يبقى الاختيار رقم جيم هو الاختيار الصح السؤال اللي بعده 26 بقول الشكل المقابل يوضح الجيلفانومترين الشكل المقابل يوضح الجيلفانومترين متماسلين نفس الجهاز هو الجيلفانو في الحالتين تم توصيل كل منهم بمجزئ طيار لتحول إلى أميتر الجهاز ده عبارة عن أميتر وده عبارة عن أميتر قمتم وصل مع مجزئ أي من الأشكال البيانية التالية تعبر عن نزق أو عن نسبة أقصى طيار يتحملوا الأميترين عايز أقصى طيار في الحالتين اللي هو الطير كل هنا والي يكون هسميه I X في الحالة الأولية والطير كل هنا والي يكون هنسميه I Y في الحالة التانية هو عايز يجيب نسبة I X بالنسبة I Y قد إيه ويختار الرسم الصحي من دول واحدة واحدة نبدأ مع الجهاز X في الأول اللي هو الجهاز العالي على الشمال ده بالنسبة للجهاز X أنا عايز أقصى طيار لو I X ده بكام هنستعمل الكرومتال الحسية بيكون أفضل في الحال اللي هو I G على I X بقى في الحالة دي هتساوي R S R S هنا بكام بتلاتة على R S تلاتة زائد R G بتمانتاشر دول الحاسبة هيتطلعوا واحد على سبعة لو ده ربط رفين في وسطين واحد في I X بI X هتساوي سبعة في I G بسبعة I G قد الحالة الأولينية بالنسبة لأمتر X أو هيئس طيار أقصى سبعة I G طيب بالنسبة الأمتر Y عايزين نحسب I Y ده هنستعمل نفس القانون هقوله I G على I Y بتساوي R S R S في الحالة دي بكام بست ادي ست على R S بست زائد R G هي هي 18 دول الحاسبة يطلعوا واحد على اربعة لو دراب طرفين في وسطين واحد في I Y بI Y بتساوي أربعة في I G باربعة I G ادي I Y اللي بيقصوا الأمتر Y لو جبت النسبة بينهم يعني لو أسامت I X على I Y بتساوي I X 7 I G طب و I Y 4 I G أشيل I G مع I G يطلع نسبة 7 ل4 هختار في الرسم نسبة 7 ل4 في الرسومات دي نبدأ مثلا من الشمال هنا واعد 7 بالنسبة X و 4 بالنسبة Y ادي 1 2 3 4 5 6 7 مربعات صغيرين هم 1 2 3 4 و ادي 4 بالنسبة Y ادي 7 X 4 Y دي النسبة الصح طب واحد يعدي الجمع شن بس نعد وكده ادي مربعات صغيرة 1 2 3 4 5 6 دي 6 و ادي 1 2 دي 2 دي 2 3 4 1 4 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 1 1 2 3 4 5 6 7 بصوا بقى اللعب دي عكس دي بالزبط اي لازم اخد بالي من فهم 7 ومن فهم 4 طبعا اكس هي السبعة واي الاربعة برقم ده اللي هي الصحة السؤال اللي بعده سبعة وعشرين بوليج الفانومتر زو ملف متحرك لا يتحمل ملفه طيار اكبر من 500 مايكرو امبير ده اللي هو اي جي بتاعه يبانا عندي اول معلومة ان الجهاز بتحمل اي جي 500 مايكرو امبير تماما وانحرك مؤشره النهاية تدريجه في حالة وجود فرق جود من طرفيه اربعة من مية فولت المؤشر انحرف للنهاية يبدأ اقصى فرق جود من طرفيه الجهاز اللي هو في جي لسه معدلتوش اربعة من مية فولت تماما فان قيمة مقاومة مجزء الطيار الذي يعمل على تحويله الاميتر بيئيس طيار اقصى 500 ميلي امبير ده طيار الاميتر اللي هو اي بخمسمية ميلي امبير هو عايز قيمة ار اس قده طيب ار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي طيب اي جي ار جي هي مش اي جي ار جي ده هي بتمثل الفي جي حلو في جي بكم بربعة من مية ادي الفي جي بربعة من مية على اي الكل 500 ميلي ادي 500 ميلي اضرب عشر سالب 3 تحويلات ناقص اي جي 500 ميكرو 500 ميكرو اضرب عشر سالب 6 استعمل الاحزبة يطلع الموضوع كله على بعضه بتمانية من مية اوم يبقى قيمة الار اس هتطلع بتمانية من مية اوم لاختيار الصح لاختيار رقم ده طيب السؤال اللي بعده تمانية وعشرين بولي اوميتر ينحرف مؤشره الى نهاية تدريجه اذا مر في الجهاز طيار شدته 200 ميلي امبير ادي الاي جي 200 ميلي امبير ده اقصى طيار بمر في الجهاز قبل التعديل يبقى الاي جي بتاعها هوت 200 ميلي امبير وعندما تكون قراءة الاميتر خمسين ميلي امبير لما الطيار بتاع الجهاز ده اللي بيقراه كان خمسين ميلي امبير يكون فرق الجود بين طرفيه ال V كان باربعة من مية فولت يبقى لما الجهاز مر فيه خمسين كان فرق الجود اربعة من مية معايا طيار ومعايا فرق الجوده ممكن نحسب مقاومة الجهاز اللي هي RG قبل التعديل يبقى RG بتساوي V على I ال V باربعة من مية وال I خمسين ميلي اضرب عشرة سالب تلاتة هيطلع قيمة ال RG معايا بتمانية من عشرة بوم ده قيمة ال RG ايه تطلع بتمانية من عشرة لسه ما عدلناش في الجهاز بيقولي بقى ايه فان قيمة مقاومة مجزئ الطير يبدأ يعد لو وصل مجزئ الذي يجعله صالح لقياس طيار اقصى اثنين I بعد التعديل بثنين قادي معايا I باتنين ومعايا I G كل ميتين ميلي ومعايا RG بتمانية من مية ايه ده اللي هي RG عايز R S بتاع الجهاز طيب R S بتاع الجهاز بتساوي I G R G على I ناقص I G هعوض I G عند بكام معطى ميتين ميلي امبير يعني ميتين عشرة سالب تلاتة في R G بتحت بكام R G عندي بتمانية من عشرة قادي R G بتمانية من عشرة على I الكل خمسين ميلي امبير ولا تنين امبير لا خد بالك انه خمسين ميلي امبير ده كان قابل التعديل مره في الجهاز لكن الطيار الكل بتاع الامبير هو اتنين امبير عشان ما اطلواتش نفسك ادي اتنين امبير اوه بعد التعديل ده يمسل طيار الامبير ناقص I G كله ميتين ميلي امبير اللي هو ميتين في عشرة قس سالب تلاتة تطلع معايا قيمة ال R S بتساوي سفر علامة سفر تمانية تسعة اوم ادي قيمة مجازة الطيار اللي هو R S لاختيار رقم الف طيب السؤال اللي بعده السؤال المهم في كتاب المدرسة بقول لي اميتر مقامته 24 اوم ادي ال R G ب 24 اوم واحد يقول لي هو بيقول لي اميتر مقامته كذا اللي انت سمتها R G ما سمتاش R total بصوا اي جهاز بيدينا مقامته في الاول وهيبدأ يعدل فيه هاعتبر المقامة بتاع الجهاز ده هي R G بتاع الجهاز الجديد وهاعتبر الطيار اللي هادهولي هو IG بتاع الجهاز الجديد يعني اي جهاز ياخده يعدله الجهاز تاني هاعتبر المقامة الكلية بتاع الجهاز القديم والطيار الكل بتاع الجهاز القديم هما IG و R G بتاع الجهاز الجديد هتقامن كتير جدا في الحلة دلوقتي فبقول لي اميتر مقامته 24 اوم سمتها R G ادي R G ب 24 اوم هيبدأ يعدل فيه فتكون قيمة مجزق الطيار اللازم لانقاس الحسية بتاعته للربع عايز قيمة المجزق RS اللي تخلى الحسية IG على I تبقى بربع طيب الحسية IG على I خدنا كهون دا كتير جدا بقى ربع تساوي RS على RS زائد مين بقى زائد R G R G عندي ب24 وعشرين لما اضرب طرفين فواسطين كده اربعة RS بتساوي RS زائد اربعة وعشرين هوادي RS بإشارة مخالفة يبقى تلاتة RS بتساوي اربعة وعشرين اقس مع التلاتة يطلع RS اربعة وعشرين على التلاتة تطلع تمانية اوم ادي كمتاة RS ايه تلعت بتمانية لاختيار الصح لاختيار رقم دا السؤال اللي بعده 30 بولي جيلفانومتر حساس مقاومة ملفه 50 اوم R G بتاع الجيلفانومتر بتساوي 50 اوم ادي اول معلومة R G 50 تم تحويل الامتر والشكل البيان المقابل يمثل علاقة من شدة الطيار الكلي اللي بيقيسه الطيار اللي يمر في الاس اللي بقى الشيء بتاع المجزئ عند انحراف مؤشر الجيلفانومتر لانهي تدريجه ومقلوب قيمة مقامة المجزئ اللي هي واحد على RS فان اقصى طيار كهرابي يمر في الجيلفانوم وعايز R G هو مدين لقى بين IS وبين واحد على RS وعايز قيمة الاي جي اللي هو اقصى طيار بايسه الجيلفانومتر لو جينا في الرسمة دي كده حسبة الميل بتاع الشكل الميل بيساوي صاد على سين اللي هو بيساوي IS ده الصدو محور الصدات والسين واحد على RS ادي واحد على RS طبعا مقام مقام بسط يطلع IS في RS طب ما هو IS RS الناس اللي مذاكرة هتقول لي بيكافئ IG في R G ليه بقى اصلحنا في الجيلفانومتر مقامة ملف فقط R G وكان بيمر في طيار اقصى IG تمام وبعدين الجهاز ده وصلت معه مجزئ اللي هو RS على التوازي كان بيمر في طيار IS في التوصيل على التوازي فرق الجود فوقه ونفسه فرق الجودة تحت يعني فرق الجودة بيكون سابط في التوازي معنى الكلام ده ان IS RS هتساوي IG R G تمام IS RS دي ليه بتمثل الميل طب من الشكل ده الميل بقسم صاد على سين صاد اللي هي واحد على السين بتقابل كام اللي هي عشرة واحد على عشرة بتساوي ده الميل اللي هو IS RS هيتساوي IG R G انا انا محتاجه مش عارفه طب فوق رجيب كامل بخمسين انا عايز قيمة IG دي واحد من عشرة ايه هتساوي خمسين IG هقسم على خمسين يبقى IG هتساوي واحد من عشرة على خمسين يطلع فيها اتنين من الف اللي هي اتنين في عشرة قس سالب تلاتة انبير ده قيمة IG يطلع اتنين في عشرة قس سالب تلاتة الاختيار الصح اختيار رقم ادف. طيب السؤال اللي بعده. 31 بقول لي جيلفانومتر زو ملف متحرك مقامة ملفه 100 اوم ده ال R G بتاع الجيلفانومتر يدل القسم الواحد من تدريجه على طيار شدته IG بتاعه قبل التعديل خمسة وعشرين ملي امبير فاذا وصله ملفه بمجزق طيار مقامته R S بتسوي خمسة ممية عايز شدد الطيار بتاع القسم الواحد يعني عايز يحسب قيمة الاي. طيب نشوف مواطياتنا مديني R G قيمتها بمية اوم ادي R G بمية. ومديني اي جي خمسة وعشرين ملي امبير ادي اي جي قيمتها خمسة وعشرين ملي امبير. كمان مديني الملفه متوسر بمجزق خمسة مية اوم ار اس خمسة من مية اوم وعايز قيمة اي للجهاز بايسو. ممكن اكتب القانون متاع ر اس وعاعد فيه او القانون متاع الحاسية بيكون اسهل شوية في التعامل اللي هو اي جي على اي بتساوي. ار اس على ار اس زائد ار جي. طيب لو انا عايز اخلي اي هنا الواحده في خطوة واحدة نعمل ايه? اي الواحده بيساوي. اللي مضروف في اي ده هو اللي هو ار اس ده لما قدروح في طرفين في وسطين. لايكون مضروف في ار اس او اي في ار اس ده تحطي ار اس في المقام. ثب؟ والبقى نضروف في الباسد اللي هو اي جي في ار اس زائد ار جي. ثاني احنا عايز نجب كمهة الاي الذي في المقام ده. اللي مضروف في اي اللي هو اس يتحطي في المقام والبقى نضروف في الباسد بشكل ده. طب نعود. مين في الباسد اي جي اي جي بخمسة وعشرين ميلي امبير او paralyzed 25 ميلي امبير يعني 25 اشرة سلو تراتة. في افتح قوس RS بكام RS عندي بخمسة من مية ادي RS بخمسة من مية زائد RG RG بكام بمية على RS RS بكام بخمسة من مية هيطلع معي قيمة الطيار بتاعي في السؤال هيطلع خمسين وخمسة وعشرين من الف اختيار رقم دال لما استعمل على حزبة هيطلع رقم دال السؤال اللي بعده رقم 32 بيقول لي جيلفانو متر حساس مقامة ملفه بتساوي 6 اوم جيلفانو متر حساس مقامة ملفه RG ب6 اوم وصله بمجزء طيار RS لتحويل الاميتر ووصله الاميتر في دائرة كهربية والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين قراءة الاميتر اللي هو ال-I وشد طيار الجيلفانو اللي هو ال-I-G المر في ملف فتكون قيمة مقامة مجزء الطيار عايز قيمة RS هنحل لاجن باقي في المكان الفودي ده RS بتساوي IG فRG على I ناقص IG IG معايا بكام والله يختار مثلا خمسة بس خمسة بس لا اخد بالك ده خمسة ده المحور كله مدروف في عشرة سالة باتنين يبقى خمسة عشرة سالة باتنين في قيمة ال-RG بكام فوق I ستة ادي ستة على I والله الخمسة IG بتقابل كام I بتقابل عشرة ادي عشرة ناقص IG قلنا بخمسة بس في عشرة سالة باتنين اسمتهم قال حزبة هيطلع النتج معايا تلاتة مية اختيار رقم B هو نتج الصحيح طيب سؤال بعده رقم 33 بيقول لي جيلفانمتر زومج beef متحرك اقصى زاوية انحراف له عن وضع الصفر اقصى زاوية بتاعته كالتمانين درجة دي السيتا بتاعته ازا مرا في طيار شدته 30 لو الجهاز مر في طيار 30 انحرف بزاوية 60 التلاتين دي مش بتمثل IG لان التلاتين دي ما عندهش اقصى زاوية اقصى زاوية دي لتمانين بتقابل اقصى طيار بتاع الجيلفانه اللي هو مين اللي هو ال-Ig هو قال لي بقى لما تجهز مره في طيار 30 انحرف بزاوية 60 دي مش اقصى طيار عشان دي مش اقصى زاوية عايز الحساسية الحساسية بتاع الجيلفانومتر بتسوي السيتا على الاي السيتا الزاوية بتاعتي 60 والطيار معه بكام بتلاتين يطلع نسبتهم 2 درجة لكل ميلي امبير ليه لكل ميلي امبير انا محاولتش الطيار بالميلي امبير زي ما هو يبقى 2 درجة لكل ميلي امبير طب لو حاولت لو حاولت اقول له 60 على 30 ميلي اضرب في 10 سالة 3 يطلع الزاوية ب2000 درجة لكل امبير مش لكل ميلي امبير بقى اخد بالي في الحالتين هو عاصف الاختيارات بتجريل كل ميلي امبير طلعت بكام ب2 درجة لكل ميلي امبير ادي المطلوب الاولاني 2 درجة لكل ميلي امبير المطلوب الثاني عايز يحسب اقصى طيار يتحمله ملف الجلفانو اللي هو اي جي طيب الحسية معروفة ان هي بتكون سابتة للجهاز الواحد بتساوي سيتا على اي لو هستعمل اقصى زاوية هقسم على اقصى طيار اللي هو اي جي ايب الحسية بتساوي اقصى زاوية على اقصى طيار الحسية جبناها فوق بكام ب2 دجريل كل ميلي امبير ادي 2 بتساوي سيتا كام سيتا 80 على اي جي اللي انا عايزه عايز اي جي الواحده هبدل اي جي مكان 2 يبقى الاي جي بتساوي 80 على اتنين اللي هي 40 بس 40 ميلي امبير لان فوق الحسية جب من ميلي امبير او تطلع 40 ميلي امبير طب هو عايز الناتج بالامبير اخد الاربعين ده اضربها في 10 سالب 3 تطلع اربعة من مية امبير ادي اقصى طيار بيقيسه الجهاز اربعة من مية امبير ده اللي هو قيمة الاي جي المطلوب التالت اقصى طيار يمكن ان يقيسه الجهاز اذا وصل ملفه بمجزق للطيار مقامته واحد من مية من مقاومة ملف الجهاز تاني جي بقى عشان مهمة شوية عايز اقصى طيار بيقيسه الجهاز اللي هو اي ليه سميته اي لانه هيوصل مجزق او حول الجهاز ده الاميتر لو وصلت مجزق طيار ار اس قيمته قدي ايه قال لي قيمته واحد من مية من مقاومة ملف الجهاز يعني قيمته واحد من مية من ار جي ده مقاومة الجهاز عايز قيمة الاي ممكن استعمل القانون بتاع الحساسية بيكون اسهل في التعويد اي جي على اي بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي اي جي معايا باربعة من مية عرفت من ايين من مطلوب اللي فات اهو اقصى طيار بتاعك دلفان اهو كان باربعة من مية على اي هو عايزه بتساوي RS بواحد من مية RG على RS بواحد من مية RG زائد RG انخليها بRG دول في البسط واحد من مية RG طب والمقام واحد من مية زائد واحد بواحد واحد من مية RG هنشيل RG مع RG يطلع اربعة من مية على I بتساوي واحد من مية على واحد واحد من مية انا عايز I لوحدة I لوحدة اللي المضروف في I يتحط في المقام والبقى يندرب في البسط على حسبة يطلع الناتج اربعة واربعة من مية امبير ده قيمة الطيار تطلع باربعة واربعة من مية لاختيار رقم ده السؤال اللي بعده 34 بيقول لي جيلفانومتر مقاومة ملفه 20 اوم RG ب20 اوم وصلنا معه على التوازي مجزق طيار عبارة عن سلك طول السلك اللي مصنوع منه المجزق كان بيساوي 20 سنتي ومقاومته 5 اوم RS بتاع المجزق بخمسة اوم تعال نقسم الدنيا شوية في السؤال ده يبه هو الاول معطياتي ان RG بتاع الجيلفانوم كان بتساوي 20 اوم وصلت معه مجزق قيمته بخمسة RS في الحالة الاوانية قيمته بخمسة اسميه RS واحد كان مصنوع من سلك طوله 20 سنتيمتر فكان اقصى طيار بيساوي الجهاز واحد ده اللي هو الاي بتاعه في الحالة الاوانية كان بواحد امبير طب تمام وبعدين فإذا استخدمه مع نفس الجيلفانومتر سلك اخر كمجزق للطيار من نفس مادة السلك الاول استخدمت مع نفس الجيلفانومتر يعني نفس الجهاز نفس الRG مجزق طيار تاني من نفس المادة يعني نفس المقاومة النوعية ونفس المساحة يعني دول سوابط وطوله نص طول السلك الاول يعني طول السلك التاني بتاع المجزق كان نص طول الاول 10 الاول كان 20 التاني هيكون 10 طيب مش هو مسبت الRUE ومسبت الA مش R المقاومة بتساوي RUE L على ايه لو انا مسبت RUE ومسبت ايه يبقى R و L بيتنسبه طردي مش L كان بعشرين وبقى بكام وبقى بعشرة معنى الكلام ده ايه ان R كانت بخمسة هتكون بكم في الحالة التانية لان المفهود R و L بيتنسبه طردي مع بعض الطول L النص فالمقاومة L النص بقى اتنين ونص عايز بقى ويحسب اقصى طيار هيئيسه الجهاز في الحالة التانية قد ايه عايز I في الحالة التانية طيب نستفاد من الحالة الاولانية لو استعملت القانون بتاع الحساسية IG على I كم بيسو RS على RS زياد RG اسهل في التعويض زي كل مرة IG بكم مش عارفه و I بكم بواحد الحال الاولانية هتساوي RS بخمسة اهي على RS بخمسة زياد RG بعشرين دول اسمتهم خمسة على خمسة وعشرين يطلع IG بتساوي واحد على خمسة اللي هو اتنين من عشرة امبير ده اقصى طيار بيمر في الجلفانو وده هيكون تثبت في الحالتين لان في الحالتين مستعمل نفس الجلفانو مت ايبا احنا استفادنا من الحال الاولانية ده plastic جلت منه جي اثبته بقي في الحالة التانية في الحالة التانية هو عايز كاملة هستعمل نفس القانون بتاع الحاسسي IG جي جبناه باثنين من عشرة على I انا عايزه بقي المرة دي بتساوي RS في الحالة التانية باثنين ونص على اتنين ونص زائد LG بعشرين ادي اتنين من عشرة على I بيساوي اتنين ونص انا عايز اي اللي مضروب في اي يتحط في المقام والباقي يندرب في الباست اثنين من عشرة في اثنين وعشرين ونص احسب قيمة الاي يطلع معايا اي بواحد تمانية من عشرة امبير ده اقصى طيار بيقيسه الجهاز في الحالة التانية الاختيار الصح هيبقى الاختيار رقم دال واحد تمانية من عشرة امبير السؤال مش صعب ومحتاج شوية التركيز مش اكتر في الحالتين الاثنين ولازم اقسم معطياتي عشان ما اطلبتش في الحالة طيب السؤال اللي بعده 35 بيقول لي جيلفانومتر يتحول لاميتر مداه يصل الى 6 من 100 امبير جيلفانو حولنا لاميتر مداه بيوصل ل 6 من 100 امبير ده اللي هو الاي اللي يقص لاميتر ب 6 من 100 امبير ده باستخدام مجزئ طيار ارئس استعملنا مجزئ طيار ارئس واخر واحد تاني اعمل فاصل بقى وكتب التاني الاخر مداه 3 من 100 اي بتاعه ب 3 من 100 امبير باستخدام مجزئ طيار اربعة ارئس ارئس في الحالة التانية باربعة ارئس ادي ارئس في الحالة التانية و ارئس في الاولى كتب ارئس بس عايز يحسبها هو بقى بيقول لي فما هي اكبر شدة طيارة تحملها الجيلفانومتر في حالة عدم استخدام المجزئ يعني عايز اي جي هنقسم الموضوع لحالتين برضو زموة اسمون لكده حال الاولية هكتب القانون بتاع ارئس ارئس بتساوي اي جي ف ار جي دول معرفهمش على اي بستة من 100 اهو ناقس اي جي معرفوش ادي الحالة الاولية طب والحالة التانية ارئس باربعة ارئس هتساوي اي جي ار جي هم هم اللي فاتوا عشان مستعمل نفس الجيلفانو في الحالتين سبتين دول في الحالتين على اي هنا بثلاتة من 100 اهو معطف اهو ناقس اي جي اي دي الحالات التانية هنحل دول مع بعض نحلوهم مع بعض ازاي والله انا ممكن اعود عن ار اس ااندهي بالقيمة ده اي ار اس بتساوي الكلام ده كله يبقى ادي اربعة بره هي فيه اربعة بره اي زاي ما هي و ار اس بقيمة ده اي اللي هي اي جي ار جي على ستة منمüne ناقس اي جي هتساوي اليام التانية ده كله اللي هو اي جي ار جي على ثلاثة من مية ناقص IG هاشيل IGRG مع IGRG وبعدين أضرب طرفين فوسطين بس الأول نكتبهم ثاني عشان يمكن الشكل الأسهل على ستة من مية ناقص IG هتساوي اليوم التانية واحد على ثلاثة من مية ناقص IG أضرب طرفين فوسطين أربعة في ثلاثة من مية باثناشر من مية ناقص أربعة في IG باربعة IG هتساوي واحد في ستة من مية بستة من مية ناقص واحد في IG بـ IG الصغير هيروح لكبير بإشارة مخالفة اتناشر من مية جلها ستة من مية اتناشر من مية ناقص ستة من مية بستة من مية هتساوي سالب IG زائد أربعة IG بثلاثة IG ولم أقص من يمeshة التانية على الثلاثة يطلع اي جي ستة من مية على الثلاثة يطلع اتنين من مية امبير ده اقصى طيار بيتحمله ملف الجيلفانومتر يبقى الجابة الصح هتكون اتنين من مية امبير السؤال اللي بعده ستة وتلاتين بيقول لي جيلفانومتر مقاومته واحد وعشرين اوم ده الار جي بتاعتي بواحد وعشرين اوم ادي اول معطى معايا قيمة الار جي بواحد وعشرين اوم يدل الكسم الواحد من تدريجه على خمسة وعشرين ملي امبير اي جي بتاعه بخمسة وعشرين ملي امبير لسه ما عدلتش الجهاز فاذا وصل لملفه مجزء عدلت ووصلت مجزء مقاومته سبعة من مية اوم الار اس بسبعة من مية اوم عايز يحسب اقصى طيار بيئيسه الجهاز يعني عايز اي فكرة متكررة هنستعمل القانون بتاع الحساسية زي كل مرة هقول له اي جي على اي بتساوي ار اس على ار اس زائد ار جي اي جي معي بخمسة وعشرين ملي خمسة وعشرين عشر اسالب تلاتة على اي هو محتاجه بتساوي ار اس ار اس بسبعة من مية على ار اس بسبعة من مية زائد ار جي بواحد وعشرين هدرى بترفين في وسطين او زي كل مرة هقول له ان اي بتساوي اللي مضروب في اي سبعة من مية يتحط في المقام والبا يندرب في البسط اللي هي خمسة وعشرين فعشر سالب تلاتة افتح كوس سبعة من مية زائد واحد وعشرين نستعمل الاحزبة هيطلع الناتج معاية في الاختيارات رقم ب اللي هو سبعة علامة خمسة اتنين خمسة امبير اللي هو سبعة علامة خمسمية خمسة وعشرين من الف امبير رقم ب الاختيار الصح دي فكرة منقررة حلنا زي من شوية السؤال سبعة وتلاتين بيقول الدارة الكهربية المقابلة تتكون من بطارية قوتها الدفعة الكهربية في بي بطارية اي قوتها الدفعة بي بي مقاومتها الداخلية بواحد اوم ومقاومة سابتة خمسة عشر اوم وجيلفانو متر مقاومة ملفه عشرين اوم ده الارجي فان النسبة من شد الطيار المر في الدارة قبل وبعد توصيل ملف الجيلفانو بمجزق طيار خمسة عايز الطيارة كل بتاعة الدارة قبل موصل مع الجيلفانو مجزق وبعد موصل خلنا نشغالين في قبل ما نوصل مجزق قبل هو وعايز i الكل بتاعة الدارة قد دي الطيارة كل بيساوي فرق الجود الكل على المقاومة الكلية فرق الجود الكل بصوا على الدارة كده فرق الجود الكل مش غيره دي vb على المقاومة الكلية بتاعة الدارة قبل ما نوصل والله الطير يطلع ما الكود بن موجة بيعد على 15 ويعدي على 20 ويريف يرجي على السالم دول توصيلهم توالي 15 زائد عشرين يطلع خمسة وتلاتين زائد واحد كمان يطلعه ستة وتلاتين يبقى في بي على ستة وتلاتين هسمي دقي واحد قبل موصل مجزئ الحالة التانية بعد موصل مجزئ الطيار في الحالة التانية بيسو فرق الجود الكل هو في بي على المقاومة الكلية بتاع الدايرة هو هيضيف مجزئ طيار على التوازي مع الجيل فانومتر المجزئ ده قيمته بخامسة عايزين بقى المقاومة الكلية في الحالة دي دلوقتي العشرين والخمسة اصبح توصلهم توازي مع بعض باربعة اربعة زائد خمستاشر يطلع تسعتاشر وواحد يطلعه عشرين يبقى اي اتنين بتسوي في بي على عشرين عايز بقى النسبة بينهم يعني عايز اقسم اي واحد على اي اتنين بيسوي اي واحد في بي على ستة وتلاتين على تتحول لفي واقلب الكسر يعني هقلب اي اتنين ده اخلها عشرين على في بي هشل في بي مع في بي هيبقى لي عشرين على ستة وتلاتين لو اسمت على الاربعة فيها الخمسة على الاربعة فيها التسعة تطلع نسبة خمسة على تسعة الاختيار رقم الف وهو الاختيار الصحيح طيب السؤال اللي بعده رقم تمانية وتلاتين تمانية وتلاتين بيقول لي جيلفانومتر مقاومة ملفه عشر اوم ار جي بتاع الجيلفانومتر بتسعة عشر اوم اقصى طيار يمكن كياسه بواسطه اربعين ميلي امبير ده الاي جي بتاعه اقصى طيار اربعين ميلي امبير وصله بمجزق طيار ار اس ثم وصله في دارة كهربية تحتوي على مقاومة تمانية اوم وعمود كهربية قوته دفع واحد ونص تعال نرسم الرسمة كده هو مديني جيلفانومتر مقاومة ملفه ار جي بتسعة عشر اوم بيتحمل طيار اقصى اي جي بتاعه اربعين ميلي امبير وصلنا معاه مجزق طيار على التوازي ار اس معرفش الكام وقمتم وصل الجهاز اللي هو الاميتر ده في دارة كهربية تحتوي على مقاومة سابتة تمانية اوم وفيه كمان بطارية في الدايرة دي قوتها الدفع الكهربية بواحد ونص فولت مهملة المقاومة الداخلية فيش مقاومة داخلية وعند غلق الدايرة انحرف مؤشر الجيلفانو الى تلت تربع تدريجه عايز قيمة المجزق لما قفلت الدايرة المؤشر بتاع الجيلفانومتر ده هو انحرف لتلت تربع تدريج والله الجيلفانو بيستحمل طيار اقصى اربعين ميلي امبير لو قال انه قفل الدايرة والمؤشر بتاع الجهاز انحرف الى اقصى التدريج معناه ان الجيلفانو مر فيه الاجي بالكامل اللي هي اربعين ميلي امبير لكن هو انه الى لما قفلت دايرة مؤشر بتاع الجيلفانو انحرف تدريج بس يعني انحرف تلت تربع دول بس يعني اصبح الطيار ممرش فيه الاربعين كلهم ممر فيه تلت تربعهم تلت تربع الاربعين كامت اضرب 40 في 3 على 4 يطلع تلاتين ميلي امبير معنى الكلام ده ان الجهاز مر فيه 30 ميلي أمبير بس ما مرش فيه الاربيين دول كلهم ولا حاجة 30 بس اللي عده فيه هو عايز قيمة مقامة المجزئ اللي هي RS السؤال سهل كفكرة ببقى ولاني RS والله اللي انت عايزها داية بتساوي IG RG على I ناقص IG طيب IG و RG موجودين IG ب 30 و RG بعشرة و I مش موجود اللي هو الطير كل بتاعة الدايرة عايزين نحسب قيمة I لكل بتاعة الدايرة نحسبه ازاي واحد يقولي ناقسم فرق جود الكلية على المقامة الكلية هقولك فيه مشكلة المقامة الكلية جيبها ازاي و RS مجهولة لأسنا عايز RS فيه حل تاني سهل خالص ايه هو بشانا معي فوق RG بعشرة و معي IG 30 ميلي أمبير معي طيارة و معي مقامة ممكن نحسب فرق جود I فو R هدرب عشرة في كامل في 30 بس هدرب في 10 سلب 3 عشان بالميلي هيتطلع حاصل بنربهم 3 من 10 فولت يعني فرق جود فوق 3 من 10 فولت وتحت برضو 3 من 10 فولت عشان في التوازي فرق جود سابت فرق جود كل بتاع الديرة بكام واحد ونص خدت منه كام هنا تاعة من 10 هيبقى واحد واتنين من عشرة دول هيمثله نصيب التمانية التمانية تاخد فرق جود واحد واتنين من عشرة فولت طب والتمانية بيمروا فقا التارك كل بتاع الديرة اللي هو I يبقى انا ممكن نحسب التارك كل بتاع الديرة بقا I بتساوي V على R ال V بواحد واتنين من عشرة على المقامة بكام بتمانية تطلع اسمتهم 15 من 100 أمبير خلاص الموضوع خلص نعوض نحسب R S بقا هتساوي IG في R G IG بكام معايا IG بتاعتين ميلي أمبير 30 عشرة سلب 3 في ال R G بكام معايا بعشرة على IG بكام 15 من 100 اهو 15 من 100 ناقص IG معايا بكام برضو ب30 ميلي أمبير 30 فعشرة سلب 3 على حسبة تطلع R S بتساوي 2.5 أوم يبقى الاختيار الصح الاختيار رقم جيم هيطلع ب2.5 أوم يبقى فكرة بتاع السؤال معتمد عبد الأولاني نازم أحسب الطيار الكل بتاع الدايرة مكانش معايا المقاومة الكلية فتصرفت إزاي جبنا فرق الجود على R G ده هو قد فوق هو نفسه فرق الجود على R S عشان توصيل توازي شلناه من فرق الجود الكل ببقى 1-2 من 10 معايا التمانية ومعايا فرق الجود ده ممكن أحسب طيارها بيمثل الطيار الكل بتاع الدايرة تلعب 15 من 100 وعوضت عادة السؤال اللي بعده 39 بيقول لي جيلفانومتر مقاومة ملفه 54 أوم ده R G بتاع الجيلفانو ب54 أوم هذه R G بتساوي 54 أوم إذا وصلنا مجزق طيار R S يمر في الجيلفانو واحد من عشرة من الطيار الكل بتاع الدايرة وصلت مع مجزق طيار R S مر في الجيلفانو 1 من 10 من الطيار الكل بتاع الدايرة يعني 1 من 10 عايز قيمة R S قدي سهلة لو أنا جيت هنا أسمت I G على I هنا I G على I هيبقى 1 من 10 اللي هي 1 على 10 تم I G على I دي الحساسية زي كل مرة بقى بتساوي R S على R S زائد R G طيب وR G بكام باربعة وخمسين مقص كده 10 R S هتساوي كده R S في 1 بار S زائد 54 هوادي R S بإشارة مخالفة يبقى 9 R S بتساوي 54 لو أسمت على 9 يبقى R S بتساوي 6 قوم دي قيمة مقامة المجزق تطلع ب6 قوم لاختيار رقم B السؤال الاربعين بيقول لي جيلفانو متر مقامة ملفه 30 قوم R G بتاع الجيلفانو بتلاتين A D R G بتساوي 30 أقصى طيار يمكن قياسه 1 من 100 I G بواحد من 100 أمبير يرى التحويل الأميتر فإن مقامة المجزق اللازمة حتى يقيس طيار أقصى 1 أقصى أوصل R S قد إيه عشان يقيس طيار أقصى لأي بواحد أمبير بعد التعديل طيب عايس كمت ر S سهلة بقى R S بتساوي I G فR G على I ناقص I G نعوض I G معايا بكام بواحد من 100 في R G معايا بكام بتلاتين على I بواحد ناقص I G بواحد من 100 هعوض وحسب R S تطلع R S معايا 0 علامة 303 أم لاختيار ألف مباشر خالص إيه مفهاش مشاكل مطلوب الثاني عايز المقاومة الكلية بتاع الأميتر مش الأميتر ده بيتكون من جيلفانومتر ومجزق طيار هما الاتنين متوصلين توازي مع بعض يعني المقاومة الكلية عبارة عن حاصل ضربهم على حاصر جمعهم R G في R S على R G زائد R S تركيب الجهاز في الأصل زي ما قلنا من شوية أهو الجهاز بتكون من جيلفانومتر توازي مع مجزق طيار توازي حاصل الدرب على حاصر الجمع دي R T حاصل الدرب على حاصر الجمع R G معي بتلاتين في R S سفر علامة 303 على حاصل جمعهم أهم هيطلع معي الناتج بيساوي 3 من عشر أهم هذه ال R T لو الاختيار رقم G المطلوب الثالث بيقول لي أقصى طيار يمكن قياسه عن توصيل مجزق كيمته 1 من 10 أوم وأنا لو جيت وصلت مجزق R S ب 1 من 10 أوم أقص طيار قد إيه هنستعمل القانون بتاع الحسسية اللي هو I G على I بتساوي R S على R S زائد R G I G معي فوق هو 1 من 100 هو نفس الكلام نفس المسألة على I معرفوش هتساوي R S R S ب 1 من 10 على 1 من 10 زائد R G كام أهي بتلاتين أوم هضر بترفين في وسطين بقى زي كل مسألة وطلع قيمة I هيتلع معي I لاختيار رقم رقم دال 3 1 من 100 هنقف لحدي السؤال رقم 40 وان شاء الله مرة جاء هنكمل حل باقي الاسئلة بإذن الله فاضل كمان فيديو هنكمل فيه جزء اللي فاضل بقيت 86 سؤال أتمنى تكونوا فهمتوا الأفكار دي كلها وانت شغالين الحل برضو زي ما قلنا المرة اللي فاتت جمعوا كل الأفكار دي يعني مثلا بالنسبة لي فكرة مع قادة شوية أو مش واضحة وبطلب بطفيها أجيب وراء وقلم واتك عليها شوية في الحل تكون الكوانين قدامي دايما أنا بحيل لعشان أتعود عليها وما أكون للحل أحفظ الكوانين كويس قوي وهجمع كل الأفكار أتمنى يكون الشرح عجبكم وإن شاء الله هنكمل المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته